رجعنا لحضراتكم مرة تانية وزي ما قلت لحضراتكم في المقدمة إن الأحلام ما بتسقطش بالتقادم وملهاش عمر افتراضي وملهاش تاريخ صلاحية ضفتنا بطلة سباحة عالمية ابتدت تعوم منه هي سن 4 سنين وابتدت حق بطولات يمكن منه هي سن 9 سنين توقفت في سن 16 سنة وعيشت بقى حياتها واشتغلت وجوزت وخلفت وبقت أمه وجدة وفي سن 67 سنة قررت إنها ترجع لحلمها وشغفها اللي متعلقة بيه وترجع بطلة مصر في المحافلة الدولية فتحصل على المدليات العديدة والتكريمات العديدة معانا كابتن نجوة غراب مساء الخير مساء النور أهلا وسهلا أولا أنا سعيدة بوجود حضرتك معانا مش قادرة أقول لك يعني فرحتي بوجودك إزاي شكرا وبباركلك كمان على الميدالية الأخيرة بتاع اليابان اللي لسه من فترة بسيطة آه من قريبة وبقول لك على الهوى إنه حكاية 80 سنة دي حكاية مش منطقية خالص إحنا شكلنا بيقول خمسينية بالكتير يعني كمان مش أكتر من كده ده تتتيني أشغر من بدي كمان مش شيء على المجاملة الحالة لا حضرتك فعلا الروح والابتسامة بينا يعني الحمد لله آه قبل أي حاجة كده يعني الناس أكيد محتاجة تعرف تمام عيشنا حياتنا واشتغلنا وتجوزنا وخلفنا وجينا في سن 67 سنة خدنا قرار لا أنا هارجع أيبا أنا عايزة أعمل ده أيبا أنا لازم أرجع أمسل مصر وأاخد بطولة طبا ليه إيه 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 الحكاية جت إزاي والله حضرتك هي 67 دي أول بطولة عالم هتقولها هم مش القرار هم لا القرار عندي من وانا عمي 14 سنة هم سنة 57 هم اتذكرت في جريدة كنت واخد بطولة قوية جدا فحضرت المكانين شوقتها في تليفزيون لك ده جم عمل ربورتاج معايا نفسك في إيه نجوى بعد البطولة الجامدة دي قلت لها نفسي أن أنا أمسل بلدي في الخارج زي مثل الأعلى عبداللطيف أبو كيف هم أنا إنسانة وطنية جدا من أب وطني هم بطل فروسية يعني بطل فروسية وزابط وعند وطنية وورص منه حب بلدي بشكل قوي جدا فكنت عايزة أشكر بلدي بطريقتي اللي أنا أقدر عليها هي دي اللي أنا أقدر عليها يعني أنا ما أرمش مثلا أجي فلوس إزاي يعني ما عنديش إمكانية أن أنا أهم الحاجات زي كده لكن عندي إمكانية أن أنا أرفع عالم بلدي في الخارج لازم أعملها فهو ده منه أنا عمري 14 سنة وتذكرت في جريدة كانت اسمها الجيل مش عارش في حضرتك تسمعها طبعا يا جريدة طبعا معروفة طبعا حاجة أديمة شوية بس لها عندي لغاية دلوقتي الجريدة تستوري ما طبعا لازم تحتفظي بالحاجات ما طبعا لازم تحتفظي بالحاجات ما طبعا آه باللهي بس فلما انقطعتي خدتي قرار لا أنا هارجع للفكرة فدلي فدلي فأنا طبعا فترة 6 شهر سنة انقطعت البطولات بس أنا ربنا خلقني واحدة فيتر في المية يعني ما عرفش أنزل أعوم مجرد أن أنا أدلع في المية ما عرفش لازم يكون فيه تمرين فكت عايزة أرجع للتمرينات بتاعتي والقوة وأنافس يعني ربنا إداني حب المنافسة حاجة غريبة جدا يعني أنا بطلع بره بدفع فلوسكو عشان أنا أنافس بره وحاجة بديت لعي البطولات دي على حسابك طبعا كلها حاجة مهمة لازم نقولها يعني وتكلفتها كبيرة يعني مش قولي لها يعني الأخير نية دي مش عايزة أقولي الرقم اللي أنا دفعته بس فردوح أقولي حتة دي يعني حدرتك فتحتيها لا أنا بحق من سنة بحوش من جنب كده كله طبعا حوشي علشان البطولة لا علشان البطولة البطولة عارفة أنها حتكلف كذا بتاعت اليابان خصوصا اليابان طبعا أنا اللي اسمعته إنها كلفت مئة ألف تقريب أه تقريب لا عدت عدت المئة بس أنا كل بقى شهر كنت بحالي ده ده اللي حصل فعلا يعني عشان لازم أسافر وأسافر عشان إيه؟ عشان أنافس برا أسافر عشان أرجع بمداليا عشان يا خابة ربيد على ساعتش يا خابة ربيد لما أعمل رقم يا خابة ربيد ولا عربية جديدة ولا ألمز ولا دب لا 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 ساعة دا ما لهاش علاقة بأي حاجة تانية بعمل كل المشوار دا وبدفع كل الفلوس دا من عندي عشان أروح أنافس عشان ثانية ثانية تكسريها في الرقم دي حاجة مهمة بقى شوفي بقى السعادة بقى بديبقى شكلها أنا بالنسبة لبقى حاسي بيات فضلي أكتر أكتر منافسة أو أكتر مسابقة اشتركت فيها كانت بالنسبة لك صعبة ومهمة والمديلية فيها كانت غالية غالية عليكي قوي يعني حسيتي أنه لا أنا دا شئيت فيها قوي يعني والله حضرتك شوفي أنا سبع بطولات عالم اشتركت فيها وحصلتهم 11 ميدالية عالمية وثلاثة تأدير من الفيناء اللي هي منظمة العالمية من أحسن عشر سبحات في العالم ثلاثة إنما أقدر أقولك بقى فيه واحدة هي ما كانتش عالمية دي كانت بطولة أمريكا الناسيونال ناسيونال يعني بطولة أمريكا كلها يعني مش حاجة ضعيفة أنا بقى ما شفتش أمريكانيات قبل كده معايا قلت لازم أسافر لهم 11 ساعة ونص بالطيارة في بلد اسمها جرينسبورو في نورس كارولاين هروح يعني هروح حنافس يعني حنافس هم نفسوا بتخدوا إيه الأجنبية اللي جاية دي ومصرية أنا منزلت من هنا حبيبتي الخمسين باك لا لا لغاية النهاردة مش مصدقة اللي أنا جبتها جت التانية من كل الأمداكنيات ورقم فضيع وبيني وبين التالتة ربع ثانية يعني أنا كسبت التالتة ربع ثانية بقى عسل سبرينت كده سبرينت يعني الماكسيموم سبيد ده بالثانية وبالربع ثانية هي دي لكن اللونج باقي دي حاجة مختلفة فأنا سبرينتر آه ريكس ماتيك بتقولي أنه دي أكتر حاجة مميزة فيها أنا مميزة في سبرينت اللي هو إيه القصير والماكسيموم سبيد والماكسيموم سبيد ده بقى عشقي بقى ليه بقى بخلص بسرعة وهطلع بيبقى عندك كل مرة إحساس بأنه أنا هكسر رقم أنا عايزة أكسر رقم والثانية أوروبا ثانية زي ما تقولي بتفرق جدا في إحساسك بالسعادة يا خبارة بيت بقول لحضرتك أكتر من متر شتيري عربي أنا يعني لو خيروني أن أنا مثلا أشتري عربية جديدة ولا ألمز ولا داب ولا أسافر وأكسر رقم لا طبعنا يعني ممكن أقولها بطريقة تانية أنا لو أشتريت مثلا عربية جديدة مثلا أنا قاعدة العربية شيء قوي جميلة كله بس أنا قاعدة أنا بفقص صحيتي ده قاعدة لكن بقى لما أروح وأنافس واتدرب لحاجة صحية لي أنا بقى لي أنا شخصيا طب على ذكر ده على ذكر ده بقى حضرتك بتتمرني قد إيه كل قد إيه يعني كم ساعة في اليوم كل يوم ده بيبقى بس لما بيكون في بطولة جاية ولا بشكل مستمر خلاص إحنا بنعم كل يوم استعدادك للبطولة بيكون شكله إزاي علشان برضو نعرف النظام الغذائي سامع عن نهارتك منع السكر خالص ومنع النشويات خالص ورياضية بشكل كبير فكلمينا بقى عن نظامك الغذائي نظامك اليومي نظام التدريب بشكل نظام التدريب يعني بس لما بطولة اليابان دي أنا بتدرب لها من سنة اللي كانت من شهر دي اه اللي خلصت في آخر في يوليا في أغسطس سنة سنة ملحش حل يعني أنا على فكرة بسمع كلام المدرب جدا 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 بس بقوله بسمع كلامك دلوقتي بس بعد ما أخلص حواريه لك اللي أنا هعمله فيه لكن نظام التدرينات بتاعتي محدش يقدر عليها ليه؟ لأنها بيذاكر المدرب بتاعي كلهم من ناجه ليوبلس الحقيقة ونفس الإدارة هي المجهالية أنت رايحة بطولة عالم الشيزارة لازم تكوني على المستوى يعني خلوا واحد مدرب مخصوص أنا بختاره هو أحسن واحد يعني بمشوف الأرقام بتاعة السفيسيني اللي أنا دخلا معهم وأنا حفظاهم أصلا يعني هدخل أنا سبقات والسبقات دي محتاجة إيه؟ محتاجة وقت إيه؟ محتاجة تمرينات إيه على حسب السبقات؟ يعني هدخلت خمس سبقات كل سبق له تمرين كل سبق تمرين وليه مدة طبعا للتمرين ولو مدة في التمرين يعني مش كل حاجة تنفع لأي حاجة لأ طبعا وبعدين كل يوم الساعة سبعة ونص أكون في حمام السباحة بردة حرة بتمطر ما بتمطرش مش مشكلته أنا لازم أكون هناك من سبعة ونص بتبقى حوالي ساعة أو ساعة ونص تفرجي بقى شوفي بقى نجوة بتعمل إيه في الفترة وسكتة مقدرش نعمل حاجة أنا لازم أروح مش عايزة تهزأ في الناس عايزة روح جاهزة طب النظام الغذائي وقت التمرين ولا خلاص ده بقى لايستان ده ده اللي بتابع على طول ده على طول طبعا ده يعني أنا السكر زي ما حضرتك يمكن سمعتي إنه مش أقل من 32 سنة السكر الأبيض ده ما مش موجود ما يفعش ولو أخدته معرفش أقول تعم غريب جدا مش موجود عندي في البيت حاجات سبعة فيها حاجة غريبة جدا لأي ما بقول حاجة بنفسها بالمالي طبعا وإلا ما كناش ناصر للبطولات دي طيب عايزة أسألك عن أول مرة رجعتي تاني في بطولة حتى لو كانت محلية بعد انقطاع السنوات دي كان الإحساس إيه بالجايزة بتاعتها كان الإحساس إيه بالنجاحك فيها أول بطولة بقى وإحنا 67 سنة كده بنرجع تاني بعد 67 سنة 67 سنة من 67 سنة من 2010 لغاية الشهر اللي فات كلها بطولات عالم آه أنا عارفة أول مرة حسيتي بإيه بقى في البطولة العالم آه أول مرة أنزل بعد انقطاع عن البطولات بعد ما كنا أطفال يعني وفي سن المراقة لا أنا نزل للمرة دي وجبت جبت مدالية الإحساس بتاع إيه دي أول رجع يعني يا خبرة بيت ما قولك إيش يعني أنا نزلت وعملت تاست لقيت إن أنا فات مش بس فات قريبة من بطلات العالم هو دا اللي خضيني وخضهم آه إنه الانقطاع ما عملش حاجة ما قللش من اللي كانت لا تصدقي بقى دي حبيبتي غريبة طبعا تصدقيها عيش للسباحة عيش للفايتر عيش للسباحة وإن أنا أنافس ما ماتش جواي مستني اللحظة أن أنا أعمل حاجة زي كده كنتي بتعومي في الوقت الانقطاع دا وإنتي يعني في الحياة وبتشتغلي بتمرسي مهنتك كمدرسة وزوجة وأم يعني كنتي بتعومي بشكل مستمر طبعا أتدى لي بس مش تمرين لا ما فيش تمرين ما كانش فيه تمرين لأن على سن 16 سنة في عمري أنا يعني مع الفترة دي كانت منقاجع كل البطولات اللي والغيري فما كانش فيه ما كانش فيه بطولات طبعا نعمل إيه دخلت في الوتر بالي منتخب الوتر بالي في مصري وبعد كده ما فيش بطولات يعني كده ولا كده أنا وغيري كلنا كنا لازم نبقى خلاص توقف توقف دلوقتي اختلف شوية مش عارف قوانين الاتحاد إيه بالزبط طيب خليني أسألك وطبعا كل شخص يعني البيئة المحيطة بيه بتبقى غالبا بتبقى شبهه لكن يعني بيتعرر لناس في المجتمع طبعا العودة أيوة ما صدفكيش إحساس محبت من تعليقات الناس أو من إنه يعني نظرة المجتمع ما هيش مقدرة قد إيه ده شغفك وقد إيه أنت عايزة تعملي ده عديتي بدا إزاي لحد ما قدرنا نغير النظرة دي بالنجاحات ده الله يا حبيبتي اللي بيبص اللي غيره مش هيوصل صدقيني يعني الكلمة دي لو أنا بصتش مل ويمين وده بيبص وده بيمقى مش هيخلص فأنا بالنسبة لك شخصية الوضع ده مش موجود نهائي كلام الناس مهمش لا لا نهائي نهائي أنا حمام السباحة بعمل التمرينات بتاعتي فقد لغير اللي جانبي بقى واللي هنا ولا يعرفوش ولا عايزة عرفوه أنا عندي شغلة تانية بالثانية وبالديابة اشتغل بشي ده شغلة يعتبر شغلة طبعا فالموضوع ده مش موجود طبعا أعتقد أنه كان فيه بعض الحاجات جوا الناس لكن الحقيقة الناس اللي حوليه كلها ناس محترمة ما فيش حد أبدا بيحقيقة إلا ما بيبص لي بابتسامة أول بطولة بقى أختها في جوتنبرغ في السويد لا 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 التشجيع والتقدير خيالي خيالي فاتقلبت الآية بس فده اللي حصل لكن بعد كده استمر ليت وطبعا الحمد لله استجابة قوية جدا 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 من المجتمع للناحية الصحية فدليه دي حاجة مهمة عشان نشجع بيها الناس طيب الأسرة سواء الأسرة وأنت طفلة الأب البطل اللي بيشجع والأسرة بعد ما قررتي تاخدي القرار إنه أنا هرجع عامل ده خلينا نكلم عن دعم الأسرة بيفرق هل كان فيه معارضة هل كان فيه دعم وتشجيع لأنه الأسرة هي الدفل إنساني بتاع أي إنسان يعني طبيعي ما أنا قلت لحضرتك يعني أنا عندي بنتي كبيرة طبيبة يعني بنتي كبيرة مش صغيرة حاليا هي مولية 65 يعني مش صغيرة فطبيبة وأول مرة أسافر قلت يعني إيه يا ماما هتسافر وتسافر لوحدك قلت لها طبو فيها إيه فيها إيه قالت طب وجرالك حاجة بر هنعمل إيه قلت لها ولا حاجة وأنا ممكن يجري حاجة قدامك دلوقتي وفي أي وقت تاني وفي أي مكان تاني بحاجة مش بتاعة البني آدم بحاجة بتاعة ربنا بس فالكلام ده مش بتاع البني آدم سيبي الموضوع ده اللي ربنا هو اللي بيحمي وأنا متقبلة اللي هيتعمل فيها كلام ده يكون آخر حوار معايا وكان آخر حوار طب خلينا ننتقل بقى لاختيار منظمة الصحة العالمية لحضراتك كنت تكوني متحدثة ومناصرة للمنظمة الفترة من سنة 23 إلى 24 وده الكاميرا هتجيبهه لنا التابلو ده اللي في يعني تعيين تعيين بتاع المنظمة خلينا نتكلم عن ده واختيار المنظمة وبا كان نروح للحاجات الحلوة دي اختيار المنظمة ده شرف كبير ليا وكانت مفاجأة قوية جدا جدا ليا جدا لقيت بيتكلموني وقالوا من حضراتكم أنا المنظمة الصحة العالمية الحقيقة مكنتش فاهمة قلت لهم حضراتكم ما عايزين من إيه؟ اختيارنا ليك إنك أنت المتحدثة الرسمية والمناصرة لمنظمة الصحة لمدة سنة وقالت العقد لازم يتكتب معاك عقد أربع صفحات يعني مش يظهر كانت شيء يعني قلت لهم مكنتش فاهمة هم اختروني على أساس إيه؟ قالولي كان صعب جدا إن احنا نختار شخصية أنا شخصية واحدة في الشرق الأوسط كله بعدين قعدت أفكر قلت احتمال كبير إنه أنا بمثل الصحة للمجتمع من غير ما أتكلم كل الناس عارفة الإنجاز بتاعي مش هتكلم على الإنجاز بقى خلاص الكل عارفه لا ده يبقى مثل ليهم إنه هم يمشوا بنفس الخطوات دي علشان يحصلوا على الصحة زي زي فده كان مثلا كلمة أنا بقى دي انتهت أنتم عما ببص كده يعني في مؤتمر عملته أنتم أنا خلاص أنتوا كلكم عارفيني أنتوا بقى لازم تعملوا زي من غير ما أتكلم الناس كلها في إهمتها ياخدوا بقى اللايف ستايل في الأكل في الرياضة الحفاظ على الصحة إنه أمارس رياضة حاجة بحبها أو رياضة بشكل عام لأي سن طيب خلينا ناخد بقى نظرة كده على الميداليات والكاس اللطيف ده دول إيه بقى أنا بعتز بالكاس ده للتحدي المصري السباحة هو الحقيقة سلموا لي والميداليات دي ميدالية بتاعة روسيا الثالثة على العالم ما دي لقيتها أنا هم 11 ميدالية الحقيقة فروح تجيبها ثلاثة عشان بقيت أصلا بتوى روسيا تقالح الكابتن بتقول لنا لما جات أنا جبت بس ثلاث ميداليات معايا فبنقولها ثلاث ميداليات إيه حط الواحد إيش عارف روبع الكاس ده من التحدي المصري السباحة ودول الميداليات روسيا وإيه بتاعة روسيا وتانية بتاعة الكوريا الجنوبية يعني لقيتهم حلوين يعني ذكريات جميلة الانتصار رائع طبعا الانتصار بيجي حضرتك بتقولي إن أنا مش بجي سني لإن جوايا سعادة عارفة إزاي اللي عندها سعادة واللي عندها صفاء جوه ده بيبان على وشها طيب يعني عندي سؤالين وعندي دقيقتين لا فأسأل حضرتك أول سؤال مصنفة واحدة من أفضل عشر سباحات بالزبت بالزبت ده أكيد مجهود وتعب يا خابة ربيض حسب إيه يعني لما بنقول كده كابت النجوة واحدة من أفضل عشر سباحات في العالم في ثلاث سباحات لا 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 ما أنا قلتلك مش هعرف أوصف من بقول لحضرتك يعني لو جبت لي مثلا عربية معرفش بمليون وأجبت الحكاية دي إن أنا واخد التصنيف ده لا يوجد وكة مقارنة ده أنا تعبتله تعبته قد إيه عشان أوصل له إزاي ووصلتله بإرادتي بالواحد شوفي بقى الراوعة بقى شوفي الراوعة لكن لو راح اشتري عربية أهي فلسوا بتتحطوا خلاص ما فيهاش تعب فدلي طيب ناخد من هذه الانتصارات الكم ما دي ليس صغنانين اللي جالتهم معاك كابتننا ومن التعيين بتاع منظمة الصحة العالمية ومن الإنجازات اللي آخرهم كانت من كم أسبوع نصيحة منك أو يعني حدرتك كتلة من الطاقة الإيجابية اللي لازم اللي هيتفرج هيتأثر بس نصيحة لكل إنسان وخصوصا المرأة لأنه المرأة بتكسل تلعب رياضة أصل البيت أصل ورايا أصل العيال أصل هعمل أصل ما عنديش وقت أصل لسه أنا كبرت وأنا مش هلحق أعمل النظرة المجتمع فرضها علينا والمجتمع مؤذي بأفكاره الرجعية يعني النصيحة اللي ممكن نقولها لأي إنسان علشان يرجع يعيش شغفه تاني أو علشان يواجه المجتمع اللي واقف ضده أو علشان يعيش خياته يحقق ذاته ما يحسش بيأس نقوله إيه؟ أقوله حاجة وسيطة جدا اللي أنا عملته أنا اشتريت سنين من عمري بدلا ما اشتري عربية سنين بصحة يعني حركة قصودي سنين بكامل لياقة اشتريت سنين من عمري بإني مارست الرياضة وعملت الأكل الصحي اللي اتنين دول مع بعض اشتريت بيهم سنين من عمري عشان ما تجيش على السنة 80 سنة أقول لي بنتي تعالي وكلين تعالي شربين تعالي وجيني تلق فأنا هنعمل أحسابه أي واحد أو أي وحدة لازم بفكر بالطريقة جيدة إن الرياضة والتغذية الصحية السليمة أنت بتعملها لصحيتك والمستقبلك فالكل لازم يعمل شوية ونصف ساعة وببلاش لها تدفع فيها فلوس ماشي ماله ماله ولا حاجة ماشي فعلا الرياضة لكل الناس آه طبعا كابت النجوة أنا مش عارف أقولك أنا اتشرفت بوجودك سعيدة بالطاقة الإيجابية اللي اتنقلتلي من أول ما توصلت معاك أساسا حابتش طاقة إيجابية اتنقلتلي واتمنى أن الطاقة دي توصل لكل الناس وكل واحد عنده حلم يقدر يحققه طبعا وما يفكرش إن سنه ممكن يكون عائق بالعكس بالعكس تماما ويحاول يعيش حياة صحية علشان السنين واللي جاية تبقى في كامل الصح مصبوط أنا باشكر حضرتك جدا أنا اللي باشكر وببريكلك مرة تانية على آخر إنجاز وعلى كل الإنجازات وإن شاء الله اللي جاي كمان يعني نبريكلك عليك يا رب مصر بحير يا رب وفي أمان يا رب وأنا باشكر حضرتك والستوديو الجميل ده إيه ده إيه الحاجات الحلوة دي ده جميل عشان حضرتك وشرفه متشكر عاوي 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 ألف شكر حبابتش مشاهديناك العادة الوقت معكم بيمروا بسرعة والقاعدة بسطوكم ما تشبعش منها لكن وقتنا خلص بكرة حلقة جديدة وأنا أشوفكم الحد الجاي